اشتركوا في القناة وخصوصا أنه اليوم رح نحكي عن انتقال الزهرة للميزان وتأثيرها على جميع الأبرج طبعا القمر اليوم موجود في برج العقرب والآن موجود في منزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة وحدة وست دقائق من عصر اليوم الأربعاء لا ينتقل بعديها القمر لمنزلة الشولى وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط طبعا القمر بما أنه موجود في برج العقرب معناته بالفترة هاي احنا منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا من حبه بشدة يا منكرهه بشدة منشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا في هاي الفترة لاهتمام بأمور إلها علاقة بالتأمين أو شركات التأمين مراجعة التأمين عقد التأمين الأمور اللي إلها علاقة بالتأمينات وقراءة رواية بوليسية مثيرة أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار حاسم أو شراء استئجار بيت أي أمور إلها علاقة بالعقارات بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا الأول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية التثليث الإيجابي اللي بين المريخ وبين زحل وهاي تأثيراتها لا يوم أربعة عشرة بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في أعمالنا وفي مشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين عطارد وبين نبتون وحكينا أنه هاي طبعا تأثيراتها لغاية يوم ستة عشرة هي زاوية منفصلة يعني ما رح تصل لمرحلة الاكتمال اللي هي ذروة اتصال احنا بنسميها هاي الزاوية بتشكل صعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معاهم وممكن ينتج عن ذلك سوء تفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتجة عن ذلك وممكن نرتكب الأخطاء في أحكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين بلوتو وهاي طبعا إلها ذروتين ذروة الأولى انتهت اللي هي يوم سبعة وعشرين تسعة والذروة الثانية يوم سبعة عشرة بتزيد من حد الذهننا وحدثنا والأمور النقدية عندنا وبتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ القرارات اللازمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية اللي بين الشمس وبين المشتري وهاي طبعا حكينا عنها أنها بتبدد الحضوض في أي مقام أي مسعى من قوم فيه وبما أنه الشمس والمشتري معناته إيشي العلاقة بالسياسات والدول والقيادات والرموز والمشتري بدل على الدين وبدل على أمور إلها علاقة بالمحاسبة أو الحسابات أو البنوك أو الأموال فعشان هيك بالفترة هاي رغم يعني مع تراجع عطارد اللي بيلعب بالبورصة إما صعود أو نزول وهاي زاوية برضو إلها نفس التأثيرات فعشان هيك بالفترة هاي ما في داعي لأي مغامرات أو الاعتماد على الحضوض في أي شيء مهما كان واللي بيشتغلوا في مجال المضاربات المالية بدهم ينتبهوا بشكل جيد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية منفصلة ما بين زحل وما بين أورانوس وقلنا أنه هاي الزاوية تأثيراتها لغاية يوم 16-11 هاي الزاوية بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات أما دوليا فهي بدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومهما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم ما رح تتشكل الأول زاوية هي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي ذروتها ساعة 47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات منتصف الليل ولغاية ساعات تقريبا المغرب ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع الاتجاه البعض كذلك من ناحية طبعا سلبية في نفس الوقت فيه عندنا اللي هو الحدث انتقال الزهرة من العذراء للميزان طبعا رح تنتقل أو ينتقل كوكب الزهرة في تمام الساعة 47 و 49 دقيقة صباحا من صباح اليوم الخميس طبعا ورح يظل موجود أو رح يمكت في برج الميزان لغاية يوم 23 و 10 تمام الساعة 57 دقيقة صباحا فعشان هيك يبتدأ من اليوم يعني من ساعات الظهر تقريبا بيشعروا موليد برج الميزان بقوة العاطفة بيطرأ تحسن على مظهرهم الخارجي بينجذب اليهم أفراد من الجنس الآخر بيستفيد معهم كذلك أصحاب الأبراج الهوائية والنارية الأخرى يعني الجوزاء، الدلو، الحمل، الأسد، القوس وكذلك كل شخص تواجد لديه في ساعة ميلاد والزهرة كانت موجودة في الميزان هذولا بيكونوا أكثر الأشخاص المستفيدين وطبعا اللي بنولد والزهرة بتكون عنده في الميزان هذولا بيكونوا أشخاص رومانسيين كثير وبيقدروا الفن والجمال في منهم أشخاص عندهم حتى الملكة اللي هي إما الرسم، تجميل، فن، أزياء، موسيقى، أشياء من هذا القبيل وبرضو عندهم قدرة عالية على تبادل العاطفة مع الأطراف الأخرى بهدوء وإتزان وبيحبوا امتلاك الحاجيات الثمينة أو الحاجيات الفنية الجميلة الإكسسورات، الأشياء اللي بتدل على الجمال والتحى وجود الزهرة في الميزان أفضل بكثير من وجوده في العذراء لأنه في العذراء هي كان يعني هو أساسا وجوده في العذراء بيضعف طاقة الزهرة بشكل كبير ولكن دخولها على الميزان بتعطيها الطاقة العالية فبتعوض كل الأشياء السابقة بشكل أكبر فهي بتجد متنفس للتعبير عن العاطفة وبتعتبر في مكانها الطبيعي وقوتها الطبيعية فعشان هيك إحنا مقبلين على فترة ممتازة جدا لجميع الأبراج تحديدا يعني لأنها فيها إيجابية عالية بالنسبة لتأثيراته على جميع الأبراج طبعا بنبدأ مع برج الحمل اللي هو رح يكون مقابله تماما فهي بتعزز الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة وعلاقاتنا مع شركائنا سواء في العمل أو في العاطفة وفي الزواج وأشخاص يثير من موليد برج الحمل ممكن يتم ارتباطهم بالفترة القادمة بزواج أو بداية مشروع زواج أو بتتطور علاقة عاطفية لحلت الارتباط فهي فترة ممتازة وممكن منهم كثير أشخاص يبدأوا بشراكة عمل أو مشاريع جديدة وأفكار جديدة بتترجم على أرض الواقع بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتتركز عندهم على العمل وعلى الصحة بيجدوا أن صحتهم بلشت تتحسن أفضل من الفترة الماضية والعمل بيصير ممتاز جدا يعني ممكن تجيهم فرص عمل أو يترقوا في عملهم أو ينجزوا أعمال كانت صعبة بالفترة الماضية ولكن بدهم ينتبهوا من مسألة وحيدة الأصحاب برج الثور اللي بيحافظوا على وزنهم أو عندهم وزن الزيادة بدهم ينتبهوا لأنه بالفترة هاي بيصير عندهم قابلية لارتفاع الوزن وشراهة الأكل فبدهم ينتبهوا من هاي النقطة ويحافظوا على غذائهم وعلى وزنهم أما بالنسبة لموليد برج الجوزاء فهم تقريبا من أكثر الأشخاص فائدة بعد موليد برج الميزان لأنه يعتبر البيت الخامس لإلهم فهي بتعطيهم حظ عاطفي ومالي وفرصة لدخول النساء بالحمل يعني اللي عند النساء اللي من موليد برج الجوزاء أو اللي طالعهم جوزاء اللي كان عندهم مشاكل بالحمل أو صعوبة بالحمل بالفترة الماضية هذا الشهر ممكن يبدأوا بخطوات إلها علاقة بالعلاج لأجل الحمل وبرضو بالنسبة لباقي موليد الجوزاء ممكن يبدأوا بعلاقة غرامية أو عاطفية تتطور مع الأيام ومنهم ممكن يعلن خطوبته أو يبدأ بالتفكير بأنه يرتبط بالفترة بالنسبة لموليد برج السرطان الاستفادة بتكون في مجال العقارات والعلاقات العائلية بشكل أوفى فمنهم ممكن يستأجر بيت أو ينتقل من بيت لبيت أو يبدأ بعملية صيانة ترتيب ديكور جديد لبيته أو أثاث جديد للبيت أو فرحة العلاقة في البيت مناسبة معينة مولودة جديد والعلاقات العائلية بتكثر المناسبات واللقاءات وبتكون نشيط بشكل كبير على مستوى العائلة والتوافق العائلي والمناسبات العائلية أما بالنسبة لموليد برج الأسد فهاي فترة ممتازة جدا بتفتح أمامك وأبواب إلها علاقة بالسفر القصير أو السفر السريع من دولة إلى دولة أو من مدينة إلى مدينة بتنشط بشكل عالي جدا برضو بتنشط عندك الاتصالات بشكل كبير جدا علاقاتك بتكون بأوجهة سرعة البديهة بتكون ممتازة قدرتك على الإقناع ممتازة وبرضو بالحضوضة بتدعمك وخصوصا بعد انتهاء تراجع وطارد تعطيك طاقة عالية جدا وبرضو من خلالها بإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوة والجيران وبتفتح لكم أبواب أو مجالات للمكاسب وخصوصا للأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال التسويق أو في مجال الإعلام أو حتى في مجال اللي له علاقة بالتجارة فإلهم مكاسب ممتازة أما بالنسبة لموليد برج العذرة فطبعا التركيز كله بصير على المكاسب المالية فهاي فترة بتعطيهم حضوض عالية لفرص مكاسب تيجي من عمل إضافي مستردات هبات دعم يعني بين كل الأمور ممكن يسكروا فواتير أو التزامات أو ديون كان صعب أنهم ينهوها بالفترة الماضية الفترة هاي بتفتح لهم مجالات للمكاسب ولإنهاء بعض الضغوطات المالية فعشان هيك لازم يتحركوا بهذا الاتجاه عشان يكسبوا ويستفيدوا وما يلتقوا بالقشور والمصاريف فقط بل يستغلوها للمكاسب أما بالنسبة لموليد برج الميزان فهي هنا بتعطيهم فرص عالي جدا على المستوى العاطفي لأنهم هم أكثر المحضوضين بما نورح يكون عندهم فبتعطيهم فرص عاطفية فرص مالية اهتمام بالنواحي الفنية والتجميلية والجمالية الحيوية والطاقة وأيضا الحضور اللافت للانتباه أمام الجميع فعشان هيك برضو تفتح لهم إما علاقة عاطفية أو خطبة أو ارتباط أو زواج برضو بالفترة القادمة بالنسبة للموليد برج العقرب بتفتح لهم مجالات للعمل وخصوصا مع المؤسسات أو الشركات الكبيرة والدولية الأمور اللي إلها علاقة بالمؤسسات الخدمية ممكن تكون مستشفيات أو مطاعم أو سجون أو حتى أي شيء دولي بيفتح لكم مجالات كبيرة ومجالات للترقية أيضا ومجالات لحل بعض المسائل اللي إلها علاقة مثلا شخص من موليد برج العقرب مسجون ممكن يتحرر بالفترة أو تظهر بعض الأمور اللي تماشي القضية باتجاه تحرره أو انهاء مشكلته بالنسبة للموليد برج القاوس هنا تعطيهم طاقة عالية على مستوى النشاط الاجتماعي والعلاقات تفتح طاقة كبيرة لها علاقة بعلاقات اجتماعية وممكن يدعموك بعض الأشخاص اللي تعرفهم بعمل بزواج بارتباط ومنكم ممكن يرتبط من خلال مناسبة يعني شخص يروح يحضر مناسبة زفاف مثلا أو عيد ميلاد أو شغلة فمثلا كان عازف عن الزواج ولكن تصدف أنه يلتقي بالأنثى أو تلتقي بالشخص المناسب في المكان المناسب ومن خلالها يتم الارتباط برضو زي ما حكينا علاقاتكم بتفيدكم بشكل كبير وبرضو كثير من الأفراح والمناسبات والأصدقاء والمعارف رح يدخلوا حياتكم بالفترة القادمة أما بالنسبة لموليد برج الجدي فهنا بتدعمهم على مجال العمل والعلاقات مع المسؤولين فمنكم ممكن أشخاص يبدوا عمل جديد أو تنحل مشكلة لها علاقة بالعمل أو حتى ترقية ترفيعات أو ممكن أنه شهرة لمعض موليد برج الجدي على المستوى الواسع يعني فعشان هيك الفترة هاي رح لازم تستغلوها ما تتغيبوا عن عملكم إنجزوا عملكم استغلوا علاقاتكم اللي لها علاقة بالمسؤولين لأنه من خلالهم رح تستفيدوا بشكل كبير ورح تجيكم أشياء ممتازة وخصوصا إنه هذا يعتبر بيت السمعة وبما إنه الزهرة معناته شهرة وبما إنه ببيت العمل والعلاقات مع المسؤولين فرح يعطيكم دفع عالي جدا أما بالنسبة لموليد برج الدلو فهنا موليد برج الدلو بتفتح لهم بوابة كبيرة لها علاقة بالسفر البعيد لها علاقة بالعلاقة مع الأجانب بالهجرة بأوراق الهجرة أو القبول على هجرة مثلا إنجاز معاملات دولية اتصالات بعيدة علاقات بأجانب ارتباط بأشخاص من خارج البلاد علاقة عاطفية مع أجنبي أو شخص مقيم في خارج البلاد أو زواج من شخص خارج البلاد بالأمور اللي لها علاقة بالقضايا القضائية اللي رح تتجه باتجاهكم انتوا تصير لصالحكم بالفترة القادمة الطلاب اللي بدرسوا جامعات بالفترة هاي رح يبدعوا اللي عندهم رسائل دكتوراه أو مناقشة رسائل أو امتحانات برضو رح تكون ملفتة للانتباه وكثير من موليد برج الدلو اللي على مقاعد الدراسة في الجامعات ممكن يبدأوا بعلاقات غرامية بهاي الفترة إلها علاقة بالجامعة أو المؤسسات التعليمية أو من خلال دورة تعليمية بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هي الداعم الكبير لإلها علاقة بأموال بتجي من شراكة أو تعويض فعشان هيك بيستفيدوا بشكل قوي جداً على المستوى المالي وخصوصاً الأموال المشتركة ممكن يحلوا مسألة ديون قديمة مش قادرين يحلوها فيحلوها وتنتهي المشكلة يجيهم دعم العلاقة بأموال قديمة مثلاً مدعمينها لأشخاص ميراث قرض بنكي داعم مالي كلها هاي أموال مشتركة ممكن من خلال الزوج أو الزوج يورثوا أو أنت تورث وتجيك أموال يعني فيه كثير من أبواب المكاسب المشتركة اللي هي الأموال اللي بيكون معك شريك فيها فعشان هيك تفتح أبواب واسعة جداً وفيها مكاسب واسعة جداً إذا استغلتوها بشكل جيد بالنسبة للزوايا اللي برضو رح تتشكل اليوم في زاوية عنا زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهاي طبعاً رح تكون الزاوية في تمام ساعة ثمانية وسبعة وخمسين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الفجر لغاية ساعات المساء فمن واجه مصاعب وعراقيل بتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض الشجاعة اللازمة بمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي زاوية رح تكون في ساعات المساء يعني الساعة خمسة ودقيقتين مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الظهر لغاية ساعات منتصف الليل هي بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين عطارد وبرضو هاي رح تكون في ساعات المساء يعني الساعة ستة وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة تأثيرات هاي الزاوية بتبدأ من ساعات الظهر وبتستمر لساعات منتصف الليل أما بالنسبة للزاوية الأخيرة ما قبل خلو المسار هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة تسعة وتسعتاشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة يعني تأثيرات هاي الزاوية من ساعات العصر ولغاية فجر يوم الجمعة تأثيراتها بتظلها موجودة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ ساعة تسعة وتسعتاشر دقيقة مساء من مساء اليوم الخميس بتوقيت جرينيتش ورح يستمر خلو المسار حتى صباح يوم الجمعة يعني لغاية الساعة أربعة وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش يعني هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم يعني من موعد بث الحلقة لا مساء الغد عنا الأعضاء التناسلية والمستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبيض البروستاتا عظم العانى والجينات فهدولا أكثر الأشياء اللي بتكون تنتبهولها اللي بشعر بأي أعراض غير اعتيادية راجع الطبيب لإلها وفي نفس اللحظة اللي عنده عمليات جراحية وبإمكانه يأجلها لهذه الأعضاء يأجلها إلا إذا كان طراري فعاد لا حول ولا يعني إذا كان إجباري لازم يعملها في هذا التاريخ فيتكل على الله الفترة مناسبة أساسا للعمليات الجراحية فإن شاء الله ما في أي خوف بالنسبة لعمليات التجميل طبعا عمليات التجميل قلنا إنه لا تصلح بالفترة هاي لا حق ولا جراحة لأنه عضارد بتراجع الزهرة منتحسة فاصبروا لغاية خمسة عشرة أو بعد هذا التاريخ بتصير الأجواء ممتازة بالنسبة لهذا اليوم لا يصلح لزالة الشعر الزائد اللي هو طبعا الشعر الزائد المقصود للأشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر وبحاجة لعمليات ليزر أو اللي هي لهاي الأمور فهدولا ما بنصحهم في عملية إزالة الشعر بالفترة هاي لأنه ما رح يستفيدوا من هاي العمليات أما بالنسبة لقصر الشعر التجميلي فاليوم مناسب لهذا الأمر مناسب للحنة غير مناسب للصبغ وهذا اليوم أيضا يصلح لقص الشعر العلاجي بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره أربع أيام في تمام الساعة ثمانية ودقيقتين صباحا بصير عمره خمس أيام نسبة الإضاءة بتصير عشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين عشر سعيد اليوم بنسبة ثلاثين في المية القمر في العقرب حتى يوم ثلاثين تسعة منتحس بنسبة أربعين في المية الآن في ساعات الصباح يعني بصير سعيد بنسبة عشر في المية بعدين بصير يتصاعد السعود تبعته لغاية ساعات المساء ليروصل لسبعين في المية عطارد في العذراء بيتراجع حتى يوم اثنين عشر ولكن تأثيراته ثلاث أيام ما بعد التراجع يعني لغاية خمسة عشرة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية الزهراء في العذراء وبدو ينتقل للميزان ورح يضل في الميزان لغاية يوم ثلاثة وعشرين عشرة منتحس بنسبة أربعين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم ثلاثين عشر سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين عشرة منتحس بنسبة خمسين في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة منتحس بنسبة أربعين في المية ورنص في الثاور بيتراجع حتى يوم ثلاثين وعشرين واحد منتحس بنسبة عشرة في المية نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم أربعين في المية منتحس بنسبة خمسة عش في المية وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم ثمانية عشرة منتحس بنسبة خمسة عش في المية أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم رح يفتح لكم فرص احسن من يوم امس فرص الهلاقة بالمكاسب المالية اللي بتيجي من مصدر شراكة او تعويض وصحتكم او صحت قريب للكم بتكون بحاجة للرعاية رح يتغير الوضع لصالحكم مع شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم بعض التنازلات او تصحيح بعض الاخطاء اهمش انك تتقبل اراء الاخرين بدون تحفظ ممكن بعد موليد برج الحمل اليوم ينشغله بمعاملة او ملف ضروري جدا برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا التفكير بضل على الشراكة لان القمر ما زال موجود مقابلهم لغاية صباح يوم الجمعة فبضل تفكيرهم حول تدعيم شراكاتهم شراكاتهم سواء في العمل او في العاطفة فبدكوا تحافظوا على هدوء عصابكم ونبرد صوتكم ما ضل يوم وبعدين ترجع الطاقة تتعزز اكتر اهمش انك ما تعرض لقاءتك للفشل اتحمل هاي الفترة لانه فيها نوع من انواع التوتر وتعتبر ضاغطة حاذر من الخصام ما تعادي احد اتجنب الخلافات كليا لانه خصمك بالفترة هاي قوي وطباعك يعني مش هادئة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتكون تنجزوا اللي بتقدروا عليه من اعمالكم حتى لو تضطروا للعمل لساعات اضافية لانه اتداء من الصباح الغد القمر رح يصير مقابلكم فطاقتكم ابتضعف فعشان هيك حاولوا اليوم تنظموا جدول غدائكم وتاخذوا قصد كافي من الراحة وتحاولوا انه تهتموا باعمالكم مش تشتغلوا عمالين في نفس الوقت ولكن اشتغلوا المهم بعدين الاهم عشان الاعمال ما تتزامن وتصير كثيفة عليكم ممكن ترتاح لسير بعض الامور الروتينية لانه الاجواء دعم شوي والقمر سعيد رح يكون خلال النهار اهمش انك تراعي ظروفك الصحية ان شعرت بشيء غير اعتيادة تراجع طبيبك واليوم رح تعيد ترتيب الاوضاع وبتتحسن الاحوال برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتجتازوا برضو يوم ايجابي بيبعث على البهجة والانشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وفي هذا يوم بيحمل فرصة مناسبة لتحقيق انجاز اهمش انك تضع مخاوفك جانبا ما تتهرب من المسئوليات الاجواء مناسبة للتلاقي والتعارف الحب الغرام وتعتبر هذه فترة من اجمل ايام الشهر واكثرها طبعا ما بنقول اكثرها حظا ولكن فيها بحض الحضوض الاجواء ايجابية ودعملة اليك فلازم تستغلها بشكل جيد برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا بتنهمكم في ادخال تعديل على مسكنكم واليوم الاهتمام العلاقة بالبيت بالعائلة اكثر فاكثر فمنكم اشخاص ممكن يغيروا سكنهم او يرتبوا سكن او تصليحات ترميمات ترتيب مناسبة عائلية وبرضو اليوم بيميلوا افراد العائلة لمد يد العون لالكم اهمش انك ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية او الشخصية بانها تأثر على استقرارك تنهمك بحل مسائل عائلية او شخصية وممكن شوي تبدو قلق او تتدمر لاقل الاشارات برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتنشطوا في امور الها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبرضو بإمكانك اليوم تعززوا العلاقة مع الاخوة والجيران طاقتك عالية جدا قدرة الاقناع عندك ممتازة جدا ولكن لا تعتمد على الظنون حاول قدر الامكان انك ما تعتمد على الحدس يعني لازم يكون في ايدك دليل على الشيء اللي انت بتحكي فيه ممكن اليوم تقوم ببعض المفاوضات اللي تكون لصالحك وتكون مفيدة جدا بتقدر تعبر عن رأيك وتفاوض بجراءة اليوم انت بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وقدرة على ايجاد الحلول برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال هذا المال بيكون على الاغلب من عمل اضافي ممكن تتحسن المعنويات عندكم اكثر من الايام الماضي وتقوى الثقة بالنفس ابتختفي الهموم وبتطمئن هواجسك ام مش انك توظف اموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ارباح من جهة اجنابية او غريبة خلال هذا اليوم الطاقة عالية جدا والفرصة ممتازة جدا اهم شي انك تستغل الفرص بشكل جيد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيظل النشاط عالي جدا عندكم اليوم عندكم حيوية عالية جدا وبينجذ بلكم افراد الجنس الاخر بيمكن كل يوم تبادروا لخطوة جديدة من شأنها انها تدعم من مركزكم الاجتماعي بتستعيد حماستك وبتنطلق فيه تنفيذ خطة او فكرة جديدة بعدكم رح يتلقى اشارة او خبر برضو بتنتعش عندكم العواطف وبتزدهر وممكن يتم لقاء عاطفي او شيء له علاقة ببعض الامور المميزة بتتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير هاي تعتبر فترة مميزة جدا برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا يوم اخر غير مريح صحيا ونفسيا يعني الاجواء ما ضل لغاية صباح يوم الجمعة الاجواء كلها بتتغير لصالحك بشكل قوي ولكن هذا يوم رغم عدم وجود اي مخاطر الا انه بتطلب منك الحذر انجز فقط ما بوسعك من عمل ضروري واخلد للراحة ابعد عن المغامرة والرهان على الحض ممكن تعاني من تراجع في الارباح والمعنويات والحيوية اهمش انك ما تجازف بسلامتك وتعتبر هاي فترة فارغة من الحضوض حاول انك ما تتخذ اي قرارات حاسمة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتنشطوا اجتماعيا تلتقوا اشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق امني بمساعدة صديق وتعتبر هاي فترة مميزة للتحالف للتعاون المشاركة بفعالية معينة اقتنس لاعلان رأيك وللحصول على موقع معين فترة منتازة جدا اهم شي انك تتفاعل مع المسؤولين بمرونة احاول انك تستغل هذا اليوم لانه من صباح يوم الجمعة القمر بوصل للقوس بيت متاعبك فبتبدأ مرحلة ضاغطة وغير مناسبة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو يعتبر هذا يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او بيرغبوا في ادخال تحسين على طبيعة عملهم واللي بيعملوا بينجحوا باثبات جدارتهم ونقل الرضى المسؤولين بيمكن كل يوم تحافظوا على غدوكم اهم شي انه ما تحاولوا اثارة المشاكل هاي فترة مهمة بتمتحنك وممكن يا تجيك ترقي او ترفيع او مديح او شكر او انك تسيء لنفسك فعشان هيك حاول انك ما تضعف للمغريات ولا تستسلم وما ترتكي بالاخطاء حافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا التركيز اليوم برضو على العلاقات مع الاجانب او اشخاص خارج البلاد او الاتصالات البعيدة اليوم ممكن يصلكم خبر صار من خارج البلاد او من بعيد او تشعروا بقوة العاطفة مع احباكم ويعتبر هذا يوم مناسب لاجراء مقابلة تستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة او فكرة جديدة هذا يوم ممكن تتلقى من خلاله اشارة او خبر وبتكون الفترة نشطة جدا وبتشكل محطة للانطلاق بورش جديدة او فكرة جديدة او مخطط جديد بتبلش ترتب له بشكل جيد هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة